مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي كيفاش كنفطمهم إذا بغيتو القيام بنفس هاد العملية يعني إذا تصادفتو في هاد القضية هذي دي الفيطان في نفس اليوم ما تتخلعوش مش يتشوفو فيديرا هم غادي تفطم في نفس اليوم وغادي تدهشو يعني كين المربين الممتدئين غادي يدهشو هن يقول لكنا يا كيفاش غادي نتعامل معا إذا إذا بغيتو تبعو هاد الخطوات هذي أولا بغيتو بحل هاد طريقة هذي يعني في نفس الوقت تفطمو عليكم باتباع الخطوات التالية كين أولا تلقيح الأمهات في نفس اليوم يعني باش منين يولدو يولدو عو تاني في نفس اليوم وخيكون بيناتهم واحد النهار ولا جوج مش مش مشكي كين ثانيا اختيار الأمهات من نفس السن يعني مش يتجيبوا أمهات يعني كبارين وأمهات صغرين لأنه قدي يخرجوا لكم واحد تفاوت في الحجم إن مني كيكون الأمهات الصغيرة كتجيب صغار عدا يعني صغارين يعني غادي يولي شيء كي يحجر على هذا الشيء لاحظوا أن هاد الخلفات هادو عندي ما عنديش يعني تفاوت في السن ثالثا تلقيح من نفس الضاكار يعني حاولوا أنكم تنقحوا هاد الإنف من نفس الضاكار كين شحم واحد غادي سووني كيفاش غادي نتعامل معهم في يعني في يوم التلقيح هنا رام كي يكلوا يعني الفصة ليابسة يعني دفلهم واحد كما كتشوفوا واحد بلاسيكا وفي الوسط دفلهم هاد الفصة ليابسة رامغي كانوا خاشين خاشين هالتحت انتوما هاد البلاسيكا اللي درتها غي باش هاد الفصة ما تطيح ليش في الأسلاك هكا والضاعلي يعني هانتوما كيما كتشوفوا رام هاي هاي هادي 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 بلاسيكا هانتونا وما تخافوا معليهم معلوف في الليلة هاني صافي بيتهم بعيد عن الأمة هاد ديالهم والحمد لله رام أول نهار اللي غادي غادي يتفطموا فيه هو هاد شحم واحد غادي يشوف هاد الغبرة هادي هادي را عبارة عن نخالة والضورة يعني مغربلة يعني غادي نوريكم عندي الضورة من هاد النوع انتوما تبعوا معايا الضورة من هاد النوع هاد غي هي مغربلة يعني مني نشوفوا هاد الضراء هادي كتبعها كيقول هاد الضراء مفرشة ولكن كنغربلها وكنناخد غي بطقيق ديالها اللي هو هاد غي يجسي هاد وصفي باش ماي مايتراركمش المشكل انهم ياكلوا شي حاجة غليضة هاد غي غي تغربيلة ديالها ومخلطها معاش مع النخالة مع النخالة كتعجبهم ما ديال معها لا ملوالوا عطيها لهم هكاك هرا كتعجبهم وطبيعة الحال الفصار الفصار غي يعطيهم هما غاديش تأدي هما والو هاد الفصار ليبسع ماشي الخضراء انتونما شوفوا يعني حاطة هنا كتكرم انتونما هرا عنديك كيميات منها هذي كان حشاكت كتكرم في الشمش انتونما شوفوا كيفاش دايرة اني كتكرم قداش مما كرمت كتكون مزيان وهنا الخبز اللي يابس هانتونما اني مقطعوا بهات طريقة هذي وكان عطيهم الالانيب الصغار هنت ممكن ما كتشوفوا معايه هاده بكا نحطوهم في الشمش باش يتشمشوا كاين نكملوا الموضوع ديالنا يعني اني مدون اللي كوم هتشوف واحد النقط كاين بالنسبة المساحة من الاحسن تكون واحد المساحة صغيرة يعني ما تكونش مساحة كبيرة يعني ما غادش يكونوا مزيني هاد الاستحام هادة في اللي السموك يوقع انهم كيتخشوا بعضياتهم باش يدفاووا يعني ذاك الحانة اللي كيكون عند الام يمكنش تشد صغير بوحده وتحطوه في واحد الجيهة على حيدة وراه غدي يصدق الله غدي يجمد بالبرد اما بها الطريقة هذي كيكون عندهم واحدة الاحتواء مع بعضياتهم كيتخشفش وبالتالي كيعوضوا ذاك ذاك التدفئة ذاك الام هنا التراكم ما تخافوش منو بالعكس كيزيدهم تا القضية ديال التنافس كيوالي كيتنافسوا على الأكل وكيوالي كييكلوا بوحد الشارها أكثر قداش مما كانوا كييكلوا مزيان قداش مما غدي كونوا مزياني تانيا كيين ما تعطيوهمش الأشياء يعني الغليضة بحل الحبوب الحبوب مثلا الضراء ولا هذي غدي يتدكهم وغدي يتحصل لهم من الأحسن أعطيوهم غيل أشياء كيين ما قلنا آآ دقيق يعني دقيق دير شي حاجة كيين عاو تاني آآ ما 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 الماء الماء خاصو يكون نقيء بالسمر يعني تونك يمكن تشوفو راها عا تصا عامر بالماء ولكن ديما حاضيها أنهم ما يوسخوش بها وتخليها هاكا تسمح فيها لا حاولوا أنكم ديما تشوفون تراقبوا الماء الماء يكون تصا نقية مغسولة مزيان لكي لا يشربوش ديك الماء ملوت المصخ ومن أحسن يكون ديال الروبيني يعني الناس اللي عندهم في العربية الماء اللي مشتا كان كيت تعطي من الحاسي كيولي عندهم وحدا احنا كنا نسميه البول الأحمر كيولي عندهم ديالهم مدمم هذا كي أرى مشكل كبير حاولوا أنكم تجيبو لهم الماء ديال الروبيني والرمى ديال الروبيني حاولوا أنكم ما تعطيه لهم بش مباشرة لأنه يكون فيه تلك كيكونوا داوينوا اليود ومعين منك تحلوا الرغبينك تشوفوا واحد كشكوشة في اللول هذيك حاولوا أنك متعطيهم مباشرة خليهم باش ميدرهمش في الجهاز هضمي ديهم كان قضية ديال السيكاليم حاولوا فهذا الفترة ما تعطيهم السيكاليم السيكاليم راهم يجهد عليهم فهذا الفترة بعد الفيطان هذي الفترة حاولوا التعاملوا معهم غيب بلاستيك ويقولوا عندهم واحد شهرين مثلا عادي أعطيهم السيكاليم قادي ديال النظافة النظافة الناس اللي عندهم حال هكا الأسلاك يعني مربين بطاريات أو ليكاج قافص ما شي مشكيه إن الأزبال دياله ما تمكن كتلاحضوا معايا راكطيح لتحت أنتم أما بالنسبة للناس اللي عندهم تربية الأرضية ديماً نظافة إن أموك يكونوا معرضين أكثر للجارب خاص ديماً نظافة ما يكونوش ممكن كمين في واحد جهة وانتا يحاس بهم راهم صافي راهم ندفيين وما راهم تحت منهم راكين الفضائح لا حاولوا أنكم ديما النظافة المستمرة اليومية خصوصاً في هاد في هاد هاد لاج هذا يعني قاب بعد الفيطاء مباشرة حاولوا أنكم أنا شوفوك نقلب لهم هاد شي باش باش ميبقوش غير مخشيين ويقدروي يعني عزكم الله يتغوطوا فوق منهم أو يعني الفضالات ديانهم تجي فوق فوق هاد شي لا أني نخلينهم واحد لم يساحا هكا 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 في الميتوك نحطنهم غير وسط هاد الفلاصيكة هذي هنتو ما بها فلاصيكة عادية ديال واحد ديال واحد غيطاء ديال واحد اسطل وحطيسها هنا حاولوا أنكم أي حاجة عنكم في الضرب تستغلوها ليش حاجة في السطح مرمية ممكن تستغلوها بلاصيكة أخي شبال لي كان وهذا البلاصيكة هذي نحييي دا غين يكملوا هذي نحيي دا ما نخليها شا ما نخليهم شا بها الطريقة هكا ويطلعوا فوق البلاصيكة ويبقوا يفزقوا فوق منها ويكشي يلصق لهم في يعني في الرجلين ديالهم وينعسوا فوق منه ديالهم ديالهم يكونوا كيك مشوا فوق هذي الأسلة كنتم باش لديك كين شي حاجة شي وصخطيح بتحت كين قضية وثاني والتي في الحقيقة هي مهمة في هذا الموضوع يعني شحام واحد غادي هذي الموضوع شحام واحد غادي يصووني على أشنو ممكن الأدوية اللي نعطيهم الأدوية اللي نعطيهم الأدوية اللي نعطيهم كين جوش حويش كين الخل يعني معلقة ديال الخل ممكن ديالهم في الليتر ديال الما وكين قضية ديال بيكاربونات سوديوم بيكاربونات سوديوم لأن في هذا اللقيت هذي إلا مشو تتصابلك من انتفاخات مشكلة انتفاخات الدوى دياله وهو أربع معلقة ديال بيكاربونات سوديوم رأى رخيصة الباكية ديالك ممكن ديالك فرماسيان بيطاري رأى موجودة قعف الفرماسيانات واحد الغبراء بحل الملح بيكاربونات سوديوم بيكاربونات سوديوم بيكاربونات سوديوم بحل الماء مع اليتر ديال الماء أو نصف متألة مistine غريطة لا بدخل سيئوم والخل المال هو الضروري لسيء ب 느�م zmian ماء غريطة الخل mãe υبرع بل أخوائك بعد كل نظلم الناس وبدخل الماء وتعطيهم بهذا الشكل هذا رأيها الجهاز الهدمي ديالهم غادي يقول لي نقي وغادي يقول لي ويكلو بواحد الشراء ها وغادي يقول لي هم مزيانين معك إن شاء الله إذا أي أسئلة أنا غادي نحاول فالنيا ما تلقى نجاوب على الكومنتر كانت عندي شي مشكل في الكونيكسيون ولكن الحمد لله راني تجاوز ستا المشكل غادي مقا نرد على الكومنتر ديالكم أنا توحشكم بزاف يعني الكومنتر حالة لما جاوت عليهم غادي هم قا نجاوب عليهم إن شاء الله الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركو معنا ما تنسوناش بزير جيم ضروري زير جيم باش 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 طلع القناة ديالي ونزيد معكم من القدام كنشكركم على التعليق طيبة ديالكم اسكيوا لزير جيم اسكيوا لزير الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة